بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما قمل وعليكم ما أملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على جبل الصفا وقال واصباحاه نداء كان الواحد لم يحب يجمع الناس كلها يلكت فاجتمعوا جميعا قال لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد يعني أن تغزوكم أو أن تجتاحكم أم صدقية قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال عمه أبو لهب لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم فنازل قوله تعالى تبت يدى أبي لهب وتب الشاهد ما جربنا عليك كذبا قط لماذا لا يؤمنون به الإيمان منها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر